بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرر ينفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله وفلا مضل له ومن ظل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نتكلم بإذن الله تعالى عن الرقية فالرقية يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الرقية إلى قسمين رقية شرعية ورقية شركية فالرقية تنقسم إلى قسمين شرعية وشركية فالرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة وإلا أصبحت هذه الرقية رقية شركية فإذا اختل شرط من الشروط الثلاثة تنتقل من الرقية الشرعية إلى الرقية الشركية الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أي من القرآن أو من السنة الصحيحة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء أن تكون من الكتاب أي أقرأ الفاتحة مثلا أو من السنة مثلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء يعني يأتي باسم أو صفة من أسماء الله سبحانه وتعالى أو من صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة مثال يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اكشف ما نزل بي أو بأخي مثلا هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية فالرقية تكون باللغة العربية لا بغيرها وتكون بكلام مسموع مفهوم حيث يرفع الصوت بالرقية يعني لا يستطيع راقي أن يرقي إنسان بصوت منخفض بل يرفع الصوت وتكلم بكلام نفهم ونسمعه يعني لا يصح أن يتمتم يقول هكذا لابد نفهم ماذا يقول يعني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا الشرط الثالث لابد أن نعتقد أن هذا الراقي سبب والذي بيدي جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى لأن هناك من يعتقد في الراقي أن بيدي جلب المنافع ودفع المضار إذن هذه شروط ثلاثة للرقية الشرعية أن تكون من الكتاب والسنة أو بأسماء الله وصفات إذا كانت من باب الدعاء أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع فلا يصح أن يتمتم أو يتكلم برقية بغير اللغة العربية أو يأتي بإسم لا يعرف هذا الإسم لله سبحانه وتعالى لأنه لم يرد لا في كتاب ولا في السنة وفي الحقيقة ينادي الشياطين وأنا أعتقد أن الرقية سبب وليست الرقية أو ليس الراقي هو المؤثر بذاته يبقى معنا في هذا الباب مسألة الدعاء بغير اللغة العربية هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية؟ نعم لا إشكال في هذا لكن بشرط لا يغير الأسماء الحسنة يعني ينادي الله سبحانه وتعالى بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة كما وردت باللغة العربية يعني يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم بهذه الأسماء الواردة باللغة العربية يعني لا يغيرها إلى أي لغة أخرى من باب الدعاء أما من باب أن يشرح معنى الله يقول الله هو المألوها المعبود محبة وتعظيما باللغة مثلا الألبانية أو اللغة الروسية لا أشكال في هذا هذا الذي يعني أود التنبيه عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب أرضه والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر